السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بحضراتكم في درس جديد على مدرساتكم الإلكترونية مدرسة يوب مدرسة يوب بتقدم منهج المرحلة القدقية بشكل مجاني أيضا تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل وتقدم معلومات همة لنا شير الفيديوهات على اليوتيوب ملحوظة مهمة جدا أي إعلان يظهر لحضراتكم الإعلان ده منافي للشريعة الإسلامية برجاء غلقه فورا حتى لا يكون في ميزان سياءتنا وسياءتكم زي الإعلانات اللي بيبقى فيها إعلانات عن البنوك أو بيبقى فيها نساء أو بيكون عن البورصة الإلكترونية أي شيء منافي بشكل عام للشريعة الإسلامية برجاء غلق الإعلان تماما النهاردة هنكمل مع حضراتكم ومع طلابنا الأعزاء سواء كان بيسمعني أمهات أو أباء أو طلبة فرابة عبتدائي النهاردة هنكمل مع بعض جزء من الدرس الأول في الوحدة الأولى المرة اللي فاتت كنا عملنا تقديمة وتكلمنا على وظيف على الكائن الحي وإزاي الكائن الحي بيتميز عن غيره من الكائنات وكمان اتكلمنا عن وظائف كل جهاز من الأجهزة اللي ذكرناها في الكائنات الحية كان فيه معنا تعليل إحنا ما قلناهوش المرة اللي فاتت هنقوله إيه المرة دي ممكن يقول لي علل أجهزة الجسم بتعمل في تناغم أجهزة الجسم في الكائن الحي بتعمل في تناغم وده علل هقول لي الإجابة لأن ده بيساعد مما يساعد لأن ده يساعده فيه على البقاء على قيد الحياة يبقى لما يقول لي علل أجهزة الجسم بتعمل فيه تناغم وتكامل هجاوب أقول إيه؟ هقوله لأن ده يساعده على البقاء والاستمرار في الحياة تمام كده؟ ده كان التعليل إيه لنا قصناه؟ النهاردة هنبتدي مع بعض نعرف أو نشتغل فيه الجهاز الهضمي أول حاجة معنا طبعا إحنا اتفقنا وتعودنا مع بعض الناس اللي متابعة معنا إنهما إحنا بنقول المختصر المفيد يعني أولا مش بنخل بأي معلومة في الدرس كمان بنقول إيه هي الحاجة اللي الطالب يذكرها ويركز عليها وإيه التعليلات أهم التعليلات علشان بإذن الله يطلع كده من الدرس فاهم وعارف السؤال بيجي منين وعارف السؤال بيجي منين طيب الناس اللي حابت تابعنا على القناة يدوسوا على اشتراك أو سابسكرايب الموجود أسفل شاشة الفيديو وبعدين يدوسوا على الجرس اللي حيظهر له علشان ده يضمن له المتابعة أول ما أي درس ينزل على القناة نرجع لموضوعنا الجهاز الهضمي بيقوم بهضم الطعام وامتصاصه ده تعريف الجهاز الهضمي ده تعريف الجهاز الهضمي طبعا احنا المرة اللي فاتت شرحنا وعرفنا جميع الأجهزة يبقى أنا أول حاجة دلوقتي عايز عرفها تعريف الجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن امتصاص الطعام وهضمه طيب نشوف الجهاز الهضمي في الإنسان بيقوم بهضم الطعام وامتصاصه بيقول ان احنا والله احنا بناكل والأكل ده بيكون معقد والجسم ما ينفعش يستفيد منه في الشكل اللي احنا بناكله احنا بناكل عيش بناكل أي نوع بنكل لحمة بنكل فراخ بنكل أي نوع من الأكل بنكل فول بنكل أي حاجة كل الحاجات دي الحاجات دي تركبتها معقدة على جسم الإنسان عشان يستفيد منها فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى منع علينا وخلق لنا الجهاز الهضمي علشان نعرف نستفيد من الأكل اللي احنا بنكله طيب ايه هي بقى بعد ما عرفنا الجهاز الهضمي عندنا التعريف التاني المهم معنا النهاردة في الدرس وهو تعريف الهضم والهضم هو عبارة عن تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة يستفيد منها جسم الإنسان يبقى طبعا التعريف الهضم تعريف مهم جدا ومعنا تعريف الهضم هو تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة يستفيد منها الجسم ماشي كده يبقى دي هي عملية الهضم يبقى احنا كده قلنا تعريف الجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وامتصاصه وتعريف الهضم هو تحويل الغذاء من صورة معقدة الى صورة بسيطة يستفيد منها جسم الانسان طيب بعد كده تعالوا نشوف تركيب الجهاز الهضمي بيتكون من ايه معانا احنا طبعا هنشرح الرسم بالتفصيل بس الاول احنا عايزين نعرف ايه هو تعريف التعريفات التانية المهمة معانا عاي بيقول لي بيتكون الجهاز الهضمي في الانسان من مجموعة من الاعضاء بتتصل بعضها ببعض على شكل امبوبة طويلة تسمى القناة الهضمية وبرضو هنا معانا للتعريف نيجي معانا للتعريف التالت معانا في الدرس النهاردة وهو تعريف القناة الهضمية القناة الهضمية يصل طولها من 9 الى 10 متر تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الشرج الاست نبقى ده تعريف القناة الهضمية تعريف القناة الهضمية يصل طولها من 9 الى 10 متر تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الشرج الاست تمام كده مع بعض طيب تعالوا نشوف ايه هي مما تتكون كده نعمل بقى نكبر الصورة ونشوف مع بعض لان احنا جماعة مطالبين احنا نحفظ مش بس نحفظ 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 مكونات القناة الهضمية لا احنا مطالبين نعرف شكلها على الرسمة مطالبين نعرف شكلها على الرسمة عندنا كده بنبص مع بعض هنا بنلاقي في الجزء العلوي بيبتدي معانا بيبتدي معانا تجويف الفم بيبتدي معانا هنا تجويف الفم ودي اول حاجة معانا في الجهاز الهضمي حوالين تجويف الفم في نقط صفرة كده انتوا شايفينها دي اسمها الغدد اللعبية اسمها ايه؟ اسمها الغدد اللعبية وهم عددها 3 وهم عددهم 3 يبقى احنا اول حاجة عندنا تجويف الفم تاني حاجة عندي الغدد اللعبية بعد كده عندي ببلع الأكل الحتة دي اسمها ايه اسمها البلعوم اسمها ايه البلعوم وده تالت مكون معانا واحنا ماشيين مع بعض ده تالت مكون معانا واحنا ماشيين مع بعض دي بقى انا عندي تجويف الفم الغدد اللعبية البلعوم دي بتدي ينزل الأكل فيه قنبوبة زي ما انتو شايفين كده اسمها ايه اسمها المري اسمها ايه اسمها المري اسمها ايه اسمها المري يبقى احنا قلنا بيدخل الطعام للجسم عن طريق تجويف الفم بيتم تقليبه ومضغه وطحنه ويبقى موجود في الفم كل الكلام ده يبتدي كمان الفم يفرس فيه اللعاب عن طريق الغضد اللعابية بعد كده بنبلع الاكل عن طريق البلعوم البلعوم بينتقل الاكل بعد كده من البلعوم الى المريء بعد المريء اللي بيحصل بننزل بقى على الجزء اللي هو متلون باللون البنبي ده اللي هو المعدة ودي العنصر الخامس معايا في القناة الهضمية او في الجهاز الهضمي بيتصل بقى بالمعدة ايه كده تعالوا نشوف مع بعض بيتصل بيها مجموعة من الحاجات بيتصل بيها الجزء البنبي الغامق ده هوت اللي هو الكبد وبيتصل بيها كمان الجزء الاصفر اللي انتو شايفين وده هوت اللي عامل زي ورقة الشجر وده اسمه البنكرياس هنا الكبد رقم ستة البنكرياس رقم سبعة طبعا الكبد من الحاجات اللي بتفرز مادة اسمها يعني بتفرز انزيمات بتساعد على هضم الطعام وكمان البنكرياس دي نفس الدور برضو بيفرز انزيمات بتساعد على هضم الطعام طيب طبعا دي معلومات مختصرة بعد كده الاكل بينتقل بقى خلاص هو خلص كده الاكل هنا قعب يتخدم في المعدة خلص بقى هضم عملية الهضم بينتقل الى حاجة اسمها ايه اللي انتو شايفينها دي اللي انا مشي عليها بالخط اسمها الامعاء الدقيقة اسمها الامعاء الدقيقة وفي الامعاء الدقيقة الجسم يبتدي يستفيد بقى يحصل يبتدي الجسم يمتص العناصر الغذائية بعد ما المعدة خضمت الاكل وحاولته لشكل مبسط من العناصر يبتدي في الامعاء الدقيقة يبتدي الجسم يمتص العناصر الغذائية المفيدة الموجودة في الاكل الاكناب طيب الجسم يمتص الاكل ينتقل بقى الايه بقى الاكل ينتقل الى الامعاء الغليظة اللي انتو شايفينها اللي هي عاملة زي حرف اللي هي اللي انا مشي فيها دي دلوقتي ينتقل الى الامعاء الغليئزة هنا بقى البقايا الاكل اللي الجسم مش عايز خلاص الجسم مش هتفيده بتتحول لبقايا صلبة وبتفضل مشيا 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 زي ما تشايفين كده بتخرج من الجسم عن طريق ايه عن طريق فتحة الشرج اللي هي الاست اللي هي الاست تمام كده مع بعض طبعا احنا مكونات الجهاز الهضمي مطالبين ان احنا نحفظها وكمان نحفظ اشكال المكونات بتاعة الجهاز الهضمي زي ما شرحناها في الرسمة طيب نكمل مع بعض بيقول لي بقى ان القناة الهضمية بتتصل بيها تلت انواع من الغدد القناة الهضمية بتتصل بيها تلت انواع من الغدد اللعبية تلت انواع من الغدد اللعب عفوا القناة الهضمية بتتصل بيها تلت انواع من الغدد اللي هي الغدد اللعبية والكبد والبنكرياس يبقى القناة الهضمية ويتصل بيها تلتة أنواع من الغدد اللعبية من الغدد عفوا تلتة أنواع من الغدد القناة الهضمية يتصل بيها تلتة أنواع من الغدد ايه هي الغدد اللي متصلة بالقناة الهضمية اول حاجة الغدد اللعبية تاني حاجة هي الكبد تالت حاجة هي البنكرياس تالت حاجة هي البنكرياس وتعد هذه هي الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي طيب ايه هي الغدد الحقة بالجهاز الهضمي تعالوا كده نشوفها على الرسمة تعالوا نشوفها على الرسمة الغدد الملحقة عندي بالجهاز الهضمي هي الجزء الاصفر اللي فونتوا شايفينه ده اللي هو اسمه الغدد اللعبية ننزل لتحت عندنا الجزء البنبي الغامق اهو الجزء ده هو اسمه الكبد الكبير اللي هو ده ده اسمه الكبد الغدد التالتة معنا هي البنكرياسي هي عاملة زي ورد الشجر ولونها ايه ولونها اصفر ولونها اصفر تمام كده بيبقى انا عندي تلت غدد بيتصلوا به القناة الهضمية اول حاجة هي الغدد اللعبية تاني حاجة هي الكابت تارت حاجة هي البنكرياس بعد كده عندي تعريف الرابع معنا النهاردة هو تجويف الفم هو الفم الفم هو تجويف به يوجد الاسنان واللسان وتتفتح في الغدد اللعبية يبقى ايه هو تعريف الفم هو تجويف يوجد به الاسنان واللسان وتتفتح به الغدد اللعبية ايه هي تعريف الاسنان اللبنية طبعا الطفل اول ما بيتولد بيكونش عنده اسنان وبعدين بتبتدي تظهر الاسنان وهو عنده ست شهور او اقل تبتدي تظهر في فمه الاسنان اللي تظهر في فم الطفل وبيكبر بيها لحد عمر ست سنين اسمها العلمي الاسنان اللبنية وتعريف الأسنان اللابلية وهي ده التعريف الخامس اللي معانا النهاردة هو أسنان ضعيفة تتكون في مرحلة الطفولة عددها 20 سنة 10 أسنان في كل فك يعني الجزء اللي فوق احنا عندنا الفم بتاعنا بتتكون من فك الفك العلوي والفك الصفلي 10 أسنان فوق و10 أسنان تحت 10 أسنان في كل فك مقسمة لأيه؟ طب الأسنان دي كلها شكل بعضها شبه بعضها؟ لا الأسنان كلها مش شكل بعضها مقسمة إلى التالي أربع قواطع اللي هي الأربع سنان اللي قدام وعندنا كده في سنتين مدببتين اسمها الأنياب اتنين ناب وأربع دروس عندنا هنا في سنان بتبقى عريضة اللي هي زهرة في الرسمة كده دي اسمها الدروس وأربع دروس ويتم استبدالها بأسنان قوية قبل أن يصل الطفل إلى سن الثانية عشرة من عمره يبقى إيه هي تعريف الأسنان اللبنية هي عبارة عن أسنان ضعيفة تتكون في مرحلة الطفولة يعني هقول لحضراتكم هقول لكم دولة فين التعريف بالظبط هقول لكم فين التعريف بالظبط التعريف هنا التعريف هنغير بس اللون وأقول لحضراتكم ايه هو التعريف هي أسنان ضعيفة تتكون في مرحلة الطفولة عددها عشرين سنة ويتم استبدالها بأسنان قوية قبل سن السنة عشر من عمره اللي متظلل عندكم باللون الأزرق هو ده تعريف الأسنان اللبنية هي أسنان ضعيفة تتجون في مرحلة الطفولة عددها عشرين سنة ويتم استبدالها بأسنان قوية قبل أن يصل الطفل إلى سن السنة عشر من عمره طيب تعالوا نشوف إيه هي تعريف الأسنان البلغة الأسنان البلغة هي عبارة عن الأسنان القوية للشخص البلغ تاني عشان التعريف ده مش موجود في الكتاب هي الأسنان الدائمة هي الأسنان القوية للشخص البلغ ممكن إحنا ناخد الجزء ده اللي هو نديله لون أخضر هي الأسنان القوية للشخص البلغ الأسنان القوية للشخص البلغ للشخص البلغ ده تعريف إيه؟ تعريف الأسنان الدائمة ده تعريف إيه؟ تعريف الأسنان الدائمة طيب عدد بقى يبقى ده التعريف السبع معنا اللي هو تعريف الأسنان الدائمة هي الأسنان القوية للشخص البالغ عددها كم سنة بقى عددها 32 سنة عددها 32 سنة يوجد في كل فك 16 سنة مقسمة إلى 4 قواطع 2 ناب 10 دروس هنا تعالوا نشوف الرسمة اللي هو رسمها لي أنا عندي هنا كده في الأمام عندي إيه عندي 4 أسنان اللي هي بيسمى القواطع اللي احنا بنستخدمها في قدم الأكل أو في قطع الأكل أول حاجة وإحنا مندخل الأكل الأسنان هي اللي بتقطع الأكل علشان ندخله الفم بتاعنا بعد كده عندنا الأنياب عندنا هنا سنان مدببة بعد الأربع لقدام عندنا في الجنبين في نابين الناب ده بيكون مدبب وده وظيفته إن هو يمزق الطعام وبعد كده عندنا درسين أماميين ودرسين دروس أمامية ودروس خلفية عندي درسين بيكونوا صغيرين كده بيكونوا جنب النبين وعندي درسين بيكونوا في الخلف اسمهم الدروس الخلفية طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه كمان المفروض نعرفه النهاردة مع بعض في الدرس لو هو قال لي علل أو أهمية القواطع بالنسبة للإنسان أو أهمية وجود القواطع في الفم القواطع وظيفتها إن هي تقطع الطعام إلى أجزاء صغيرة تقوم القواطع بتقطيع الطعام بتقطيع الطعام لو بيقول لي علل أهمية أو وجود القواطع في فم الإنسان هقول لأنها تقوم بتقطيع الطعام من اسمها القواطع يبقى تقطيع تقوم القواطع بتقطيع الطعام فبيقول لي علل أهمية أو وجود الأنياب في الأسنان أو جزء كجزء من الأسنان او في فم الانسان من المهم بيسألني على وجود الانياب حقول له لتمزيق الطعام الى اجزاء صغيرة يبقى اجابة بتاعت لما يقول لي علل وجود الانياب في فم الانسان وذلك لتمزيق الطعام الى اجزاء صغيرة طيب علل وجود الدروس في فم الانسان لان الدروس تقوم بطحن الطعام حتى يسهل بلعه تاني علل وجود الدروس في فم الانسان لان الدروس تقوم بطحن الطعام حتى يسهل بلعوه. ممكن بيجيب لي سؤال يشتمل كل ده. يقول لي علل أهمية وجود الأسنان في فم الإنسان. ما يحدد ليش بقى ولا قواطع ولا أنياب ولا دروس. يقول لي أهمية الأسنان في فم الإنسان. يبقى ساعتها بقى حتجاوب إجابة تتضمن. هقول الإجابة كالتالي. حيث تقوم تنقسم الأسنان إلى قواطع. حيث تقوم بتقطيع الطعام. دي النقطة الأولى. رقم 2. والأنياب تقوم بتمزيق الطعام. والدروس تقوم بتحن الطعام حتى يسهل بلعوه. هقول وظيفة كل حاجة في الأسنان. هقول وظيفة القواطع ووظيفة الأنياب ووظيفة الدروس. ده لو قال لي علل أهمية الأسنان في جسم الإنسان أو في فم الإنسان. طيب. ندخل بقى على التعريف السابع اللي معانا وهو تعريف اللسان. اللسان هو عبارة عن إيه؟ اللسان هو يعمل على تعريف اللسان الأول اللسان هو عضو عضلي يوجد داخل الجسم. برضو التعريف ده مش موجود في الكتاب. هو عضو عضلي يوجد داخل الجسم. اللسان هو عضو عضلي يوجد داخل الفم. هو عضو عضلي يوجد داخل الفم. طيب إيه هي? أهمية اللسان. أو يقولي عالل وجود اللسان في فم الإنسان. إيه أهمية اللسان في فم الإنسان. يقول يعالل. حاجة ologies بقاو ليه؟ هقول اللسان هو عضو الكلام. أول نقطة هو عضو الكلام. فيحول الصوت الناتج من الحنجرة إلى كلمات مفهومة. اللسان هو عضو الكلام. فيحول الصوت الناتج من الحنجرة إلى كلمة مفهومة. دي أول نقطة. النقطة التانية. يعمل اللسان على تقليب الطعام. وخلطه باللعاب. دي النقطة التانية. رقم اتنين. النقطة التالتة يساعد في بلعه. يساعد في بلع الطعام. دي النقطة التالتة. النقطة الرابعة نتزوق به الطعام. ما يقول لي علل. أهمية اللسان فيه الفم. هقول له أربع نقطة. النقطة الأولى. هو عضو الكلام. فيحول الصوت الناتج من الحنجرة إلى كلمة مفهومة. النقطة التانية. تقليب الطعام داخل تجويف الفم. وخلطه باللعاب. النقطة التالتة. يساعد في بلع الطعام. النقطة الرابعة نتزوق به الطعام. ونقول تاني تعريف اللسان علشان نكتبه مع بعض. تعريف اللسان هو عضو عضلي داخل الفم. اللسان هو عضو عضلي داخل الفم. طيب بعد كده. وآخر حاجة معنا النهاردة في الدرس. هي تعريف الغدد اللعبية. الغدد اللعبية هي عبارة عن هي منهاش تعريف الحقيقة هي عددها تلت أزواج. الغدد اللعبية يقول لعليل أهمية الغدد اللعبية. حقول إن هي بتفرز سائلاً يسمى اللعاب. الذي يحتوي على مواد هاضمة تسمى الإنزيمات. التي تعمل على هضم المواد النشوية وتحولها إلى مواد أبسط منها وهي السكريات. ثاني أهمية اللعب الغدد اللعبية عددها تلت أزواج. أهميتها نقطتين النقطة الأولى. بتفرز سائل يسمى اللعاب. بتفرز سائل يسمى اللعاب. النقطة التانية. بيحتوي السائل ده يحتوي السائل على مواد هاضمة تسمى الإنزيمات التي تهضم المواد النشوية وتحولها إلى سكريات. وتحولها إلى سكريات. يبقى إحنا ممكن حتى نختصر شوية في الكلام. نقول إن هي بتفرز سائل يسمى اللعاب. أده النقطة الأولى. النقطة التانية بقى. نشوف الاختصار اللي حنعمله كده بلون مختلف. الاختصار اللي حنعمله. طيب هنقول إيه الكلمات اللي إحنا مش هنحتاجها. الذي يحتوي على مواد هاضمة تسمى الإنزيمات. تعمل على هضم المواد النشوية وتحولها إلى سكريات. أنا مش عايزة الكلام ده. أنا كده الكلام ده أنا مش إيه ده حشو زيادة. يبقى هو إيه بتسمى إنزيمات. تعمل على هضم المواد النشوية وتحولها إلى سكريات. تمام كده معنا؟ إيه بقى إحنا كده مع بعض. عرفنا إن النشويات بتتحول جول عن طريق اللعاب إلى إيه؟ إلى سكريات. تمام كده؟ طيب. يعني ممكن يقول لي نشوية سهم مكتوب علي اللعب هيتحول إلى إيه هيتحول إلى سكرية هيتحول إلى سكرية تمام طيب طيب بعد كده عايزة أعرف فيه تعليل مهم جدا على على النقطة دي إن هو بيقول لك إن اتفقنا إن البلعوم بيحول المواد النشوية إلى إيه اللعب بيحول المواد النشوية إلى سكريات طيب يعني إيه المواد نشوية يعني مواد فيها نشا يعني مواد فيها نشا طيب بيقول لي طيب بيقول لي علل فيه سؤال بقى علل بيقول لي يستخدم محلول اليود للكشف عن النشا يستخدم محلول يليت نكتب مع بعض محلول اليود للكشف عن النشا الإجابة لأن النشا يحول اليود إلى اللون الأزرق القاطم تاني إحنا اتفقنا إن الأكل اللي إحنا بنكله فيه نشويات وإن اللعب بيحول النشويات إلى سكريات طيب إزاي أكشف عن النشويات دي لو أنا عندي مادة عايزة اعرف المادة دي فيها نشويات ولا لا فيها نشا ولا لا هكشف عنها ازاي هكشف عنها باستخدام اليود فهو بيقول لي علل يتم استخدام اليود للكشف عن المواد النشوية الاجابة هتكون لان اليود يحول النشا الى اللون الازرق القاطم لان النشا يحول اليود لان النشا بيحول اليود للون الازرق القاطم وده كان الدرسة معنا النهاردة ارجو ان انتو تكونوا فهمتوه واستوعبتوه لو حد في عنده اي سؤال او اي استفسار يسيب استفسار عفوا اسفل شاشة الفيديو ان شاء الله نسيب رابط صفحاتنا على الفيسبوك برضو في التعليقات اسفل شاشة الفيديو ولو عجبتكم الحلقة اعملونا لايك للحلقة علشان توصل اكبر عدد ممكن من الناس وشيرينج للحلقة على صفحاتكم على الفيسبوك ان شاء الله عشان تعام الفائدة وسبسكرايب للقناة وبعدين تدوسوا على الجرس علشان توصلكم كل الدروس الجديدة بمجرد نزولها على القناة وانتظرونا في المزيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته